سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة سمو الشيخ ناصر بن حمد عن فخره واعتزازه بهذا الانجاز التاريخي الذي سطر اسم مملكة البحرين بأحرف من ذهب كأول دولة خليجية تحقق الميدالية الذهبية في لعبة المصارع على المستوى الأسهوية وأول دولة عربية تحقق هذه النتيجة منذ 15 عاما وكذا سمو أن ذلك جاء بفضل الرعاية والدعم لدين توليهم القيادة الرشيدة لقطاع الشباب ورياضة كما أشهد سموه بدور الاتحاد البحريني للدفاع عن النفس وهن البطل آدم من جانبه أكد سمو الشيخ خالد بن حمد أن هذه النتيجة المشرفة تأتي انعكاسا لاهتمام القيادة الرشيدة والجهود المتميزة التي يبدلها سمو الشيخ ناصر بن حمد من خلال الاستراتيجية التطويرية التي جاءت ترجمة لتوجيهة القيادة وأشار سموه إلى أن هذه النتيجة في أولى المشاركات الخارجية ما هي إلا باكورة النتائج المشرفة كما وهن سموه المصارع مشيدا بالمصوى الذي قدمه ومتمنيا له التوفيق والنجاح في المشاركات القادمة من جهتي أكد رئيس الاتحاد البحريني للدفاع عن النفس المهندس أحمد عبد العزيز الخياط أن هذا الانجاز يدفع الاتحاد لبدل المزيد من الجهود لمواصلة العمل على تطوير هذه الرياضة ترجمة نانسي قنقر